كيف انكم تدخطوا شعور الفشل رح احكي لكم هان عن الفشل وينك هلووووو جيد مرسم أنا نسويها ليلة بيضاء عندي امتحان ولكن لإنه حاليا أنا عندي هبوط وحسة بداخل ذكرت 10 ساعه متواصلة فالامتحان هذا أصلا يعني عندنا الحرية أسويها الأسبوع هذا أو الأسبوع الجاي فلا يوجد أي مشكلة حس حالي أنه أنا إذا روحت مش رح سويه بيرفكتو زي ما أنا بدي فقررت بعد هالتعبات كله أني أروح الأسبوع الجاي المهم فكرة هالفيديو هو أنه أنا رح شيل كل مواقع التواصل الاجتماعي تابعي لمدة أربع تيام أو ممكن خمسة تيام ما بعرف أو أحيانا مسويها على فكرة أكدر فخلينا نشوف الفلوج هاد كيف رح يكون شايفين الحبوب من سبريس بمطق أصلا بأعجوبة وهي هون كل البيبرز تابعي ومجهودي هم بشرب في الانيرجي فين كاد شربت يمكن واحد كامل من هاد مع اليوم ثلاثة أهاوي بعد تفكير والتفكير قلت أني أروح بقوح نبست اليونيفورم تابعي أو هلا رويحة إن شاء الله خيار نشوف شو رح يتصير في الامتحان نظام لي أن نبذي صراح يعني أنه ليش أرجل الأسفل الشاي إذا فيني أخلص هالله خليني أخلص أرتاح وبس هلا طلبت التاكسي لنزم أروح لذلك يلا بنا نذهب إلى المشفى قوة المتحاني المتحاني أو المتحاني 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 وقت حقاً أذبح جميعاً كنت نفعي كنت بالكورونا الله مستعان بس يعني عن جد المنظر هذا صراحة كتير بيأثر فيه وكل مرة بيشوفوا كل مرة بيظل بيأثر فيه بنفس الطريقة المهم هل رجع البيت اوه نسيت اقلكم اني نجحت اوكي جايز رجعت للبيت ما احناك ما كنت تقدر انه انا بحكي معكم فبس حبيت اقلكم انه انا نجحت يعرفتو لما تتكسلوا او لما تكونوا مرضان يوم هيك فجأة تتقوا على حالكم وتنجسوا تحسوا انه حتى المرض راح او التعب راح بس لانكم حققتوا شي المهم رايحة اجيب بس بوري من الجامعة وبعدين اشوف كيف رح ثوي الايقامة اجدد الايقامة تبعي لانه بس بوري كان في الجامعة مشان الفيزا تجديد الفيزا اوه بس وعندي ساعة ثلاثة لغة روسية فاذا رح حاول اني اخلص بكر شوي عشان انا بس ساعتين او ثلاثة قبل المحاضرة تبع اللغة روسية تكسل تحت مطرنا ، اتمت التالي سماع خلص احكي بس بوري ونعلم ام هايدين في بدانك بنطبتا راح ساون انت انت انكن في البيت ساعة واحدة رح نسوي هيك بعد ساعتين نصحة ومش بس هيك نفتح الباب لاني مستحيل أصحى وهو جنبي رح طفي بارة حالي وهلا جود نايت تصبح على خير تصبح على خير والصحوني عاليا أجمل من هيك شعور breasts كورونا فيروس عندئر سوا جماعة هاد فاطوري صباح الخير معاه هناك رح نشوف متلسل عم تابع حالياً مسلسل مياع الزدين اللي هو خيط حرير لا معرفتش بس كل شوية بتقول ان الخطط يعرض ما تريد مش يا روزة تترمنونها هو انا معرفتش معلومة لو ضرد احساس بس النظر اللي بتقول انه البنات بس هو ميك اوب بس عشان انه يثيروا اهتمام الشباب وهي الافكار يعني المجنونة نو احنا نبس ماسك كل هالشي حيضغطة ما رح يبين ولا شي احنا بنسوي عشان احنا بتناهيك حسنا النفسية بدنا نكون حلوات بدنا نهتم بحالنا بات بتقول انه قللكم بما انه هلا عندي شوية وقت ففي هالفيديو هاد رح تشوفوني اجاوب على كذا سؤال يتكرر عندي سو من الاسئلة اللي بتجيني انه ميرا شو هو الاكل او الفيتامين اللي يحتاجها الجسمنا للدراسة وعشانا نركز اكتر وهيك رح فرجيكم اشياء انا اشتريتهم بنصح كثير ان يكون عغامتكم الاوميغا 3 او ممكن تاكلوا اشياء طبيعية فيها الاوميغا 3 لانه احنا دايما بنعاني من النقص من هالفيتامين هاد وكتير نحتاجه للتركيز اما هاد فهو فيتامين دي 3 انا بيعيش في دولة ما فيها شمس كتير في الشيطان فلهيك بحتاج هالفيتامين هاد يعني حسيت انه تأثير نقص هالفيتامين هاد كتير على جسمي ثاني كتير كان بتوجعني شعري بيسقط بحس دايما بخمول وكالسا لما بحب انه انا انهض بالسرير ليش لانه ما في شمس فلهيك لازم تنتبهوا اذا انتم عايشين في المنادق باردة كمان بصحكم انكم تاكلوا السمك في كمان فرامبواز اللي هي الراسبيريز مع اكل هيك صحي تكون امورك لها تماما كمان لا تنسوا دايما انكم اترطبوا عينكم اذا كنتم عم تزاكروا كتير او تقضوا ساعات طويلة على اللابتوب او الايباد هاد هو الحكيات اللي كان بدي احكيها فيها الصباحات هاجلس هون شوي على مكتب دبعي اذاكر شوي الجراحة وبعد هين رح اطلع انكم اظلموا الساعة هيك بذاكر بعدين اروح لمستشفى الاطفال لانه هناك رح اخذ محاضرة الجراحة عندي اليوم رح يكون عندي جراحة ورح يكون عندي انترنال ميدسين وهذه فكرة صر بسيطة ونخبيها عنكم امنا ماني مشتقر السوشيال ميديا ويلا خلينا نشوف الوقت اللي انا كنت بضيع في السوشيال ميديا كيفيني استفاد فيه في حياتي الواقعية انا هلد رهلت وذهب الى الجامعة بس هالفتان الاسود مع هاد لو كنت انسيت افترك حبيبي مانا كنت انسيت موضوع متسيطة انا جاءت للبيت من شويني اشتريت هذا الشامبو اني هو من براند فيشيها الشامبو هذا يا جماعة من افضل اشياء اللي استعملتها ضد القشرة كمان للشعر الدهني انه ما بيحليه زيت بسرعة كثير كثير بان صاحبي احتلقوا موجود الصيدليات انا نمت كثير من بعد ما خدست محاضرة الجراحة فسي كان عم يصدع صدع شديد لحد هلا عم يوجعني كثير اخذ الدواء منافع ابدا معي مبارف كل شوية متخيضة لك الكورونا مبارف شيش المهم انا محاولة هلا اني انا بضغط على حالي وراح اروح اذاكر شوي موسيقى 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 سأذهب إلى الجامعة لأنني لدي دوائق لنذهب سأذهب سأذهب إلى الشارج ولكن لا أريد أن أفعله كيف سأظم هذه الشعرات كيف سأفعلهم فأقلت أفعلهم على جانب واحد وهي شكل نوعاً ما أنا لا أستطيع أن أتحدث إذا كنت أجرب قهوة المفروض أني سأبدأ بعد 10 دقائق أنا أحدا هنا أمشرب قهوة وموسع بالي لا أعرف أين أرى ولكن لا أستطيع أن أركب ولا أستطيع أن أركبه لذلك نحن نصل ونعترف أنها تأتي لنذهب إلى المحظة ولكن لن وصلت لذلك 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 وبتحدد الوقت وأفضل من استعمال الموبايل عشان أنا الموبايل كثير بيشتتني فأقلت رح أشتريها هلا معها كمان هي الساعة لأنه المنبه الصراحة مش عم يصحيني إطلاقاً تبع الموبايل يعني أنتم شفتوا أنه أكثر من مرة بروح فيها هدول كلهم بتلاقوهم في علي إكسبريس أنا بروح أذكر أحسن لأنا عم بخسر فلوسي يا جماعة عم بشتري أشياء من شيئين هاي الطلب الثاني اللي عم بشتري من شيئين لأنه ما اشتريتش يعني ما روحتش للمول ما عندي وقت أروح للمول فعم بشتري من الانترنت في أشياء مش لقالي في أشياء عم بشتريها لماما عم شاد أنه بس يوصلوني الأغراض هيك وفرجكم ياهم نفتحهم سوا ونشوفهم وإن شاء الله يا رب ما بخسر فلوسي على الفضل لأنه صراحة دفعت كثير يعني كثير كثير أروما رب تشرب هاي الكمية من الانترنت فخايفة أنه بعدين ما بحصل ولا شغلة منيحة عليه فالله يسطر سوف تشربة سوف تشربة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا من جرنية الماسك هذا المفروض انه للاحبوه طبعا هاي كتير بحبها بس تعملها للهالات السوداء طبي سابدوا الكثير من الهالات السوداء انظروا بنا ما هناك رح يضل جماعة شوي في الماسك ابدا لا تستغنوا انا حطكم في الحياة سووا هيك على رقبتكم مسال بسيط موسيقى حبيب انا غيرت وهلا صال على المكتبة انصدمت انه كل تيابي صارت ما عم تضبط عليه وطلعت لي هون كاروشة اتذكروا محاولاتي الصيفية كلها عم تروح على جد سودان عم تروح كلها عالفاضي فلازم اقرب فرصة ارجع للجام حالين عم تسوي السيام المتقطع لانه شفت حالي انه انا عم بسمن وخفت انه انا وزني كثير ولكن ما عم يكفي ان شاء الله بس اخلص المتر واخرص الامتحانات هيك اروح للجام وهلا الواقع انه لازم اروح للمكتبة اشتركوا في القناة 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 طبيب المكتبة قفلتA وطردونا فلا امر من المكتب أفلت فطبعا اني لحالان ايه oh bye هيك كل اليوم وهو لم يستخدمي قد يمكن ملمنش اصلا انا واحدة من الاسر لي 24 ساعة بدون نوم شو رأيك بلي ساويتو فيك يمهر ولا يمهر والله هو انت لسه شفت حاجة يعني تخيلوا انه حتى في المبعم وناس يعني المفروض انه ميكاند وناس عم تستمتع بحياته اي حياة طلب الطلب المتار احلى الشي انك لما تروح مع اصحابك انك تاكل اكله والله ما يقول لي جربي واعطيني انه الملك تشيك تبع وقبلي والله انك سوى جنتلمان اتحب كلامي في اخر فيديو شفت بقوله فقدنا جنتلمان صلعت جنتلمان وليهاي الهذا سأعطيك ايها كنا نساوين دايت بأمارة الشوكولات اللي اكلتها احزبوا حالكم ما شفتوا ولا شيء شو؟ شو كده وكده بدي انا لحب نصر لي زمان على السوش الناس لما بدها تدلع حالها تروح تسافر انا ما بدي ادلع حالي اروح اكل السوش كل واحد وميزانيته فيها بسم الله شماعا متشوفوني هلا انه متجهزة ومساوية ميك اوب بس الحقيقة انه انا ميزاجي كثير كثير سيئ كثير سيئ بسبب الدورة والمشكلة انه اليوم كان عندي تاست وسقط فيه بسبب هذا الموضوع لانه الصباح كنت كثير مرضان وبتألم ما قدرت اذاكر وفي بداية الفيديو لو بتلاحظوا انه انا حكيت لكم انه في مشكلة بنعاني منها في الطب انه هو لازم تراجع الدرس اكتر من مرة يعني مش قراءة باس انه هتخليك تحفظ كل هاي المعلومات و بتعرف كل هاي المعلومات لازم تراجع اكتر من مرة عشان تترسخ في موخص و انا عماني من هاي المشكلة مثلا شوفتوني مبارحت انك عم تزاكر يوم كامل عشتوني عن جد انه اتحبت يعني انتكبت منيح بس ما راجعت اليوم الصبح صحيتي على الفجر ما قدرت اراجع بسبب انه انا كنت تبعاني من الام الدورة النتيجة انه انا روحت تاست هو التاست مش مهم ابدا ولكن تاست هات اخد فيه علامة سيئة رح احكي لكم هون عن الفشل كيف انكم تتخطوا شعور الفشل لما ما تنجحوا مثلا في امتحان او تيست او اي شيء في الحياة بشكل عام انا عن نفسي السماستر هادز كمية الفشل اللي عندي هيك من الاول كنت عم اقول انه كيف انا ما كنت بتقبل انه انا انا افشل في شيء فهم و خاصة شيء يعني بيخص الدراسة لانه متعودة انه اذاكر الاقي نتيجة هلا شو عندي هي المشكلة تابعي زي ما قلت لكم انه انا ما بحب اراجع زي مثلا انه حدا بيسوي كل يوم يروح لرياضة و بيروح من ورا الجم على طول يروح يسوي فاست فود انا هيك يعني بذاكر ولكن ما براجع فدخل من هنا خرج من هناك فبليز اكتبوي تحت اذا انتم بتعانوا من هاي المشكلة طلاب الطب اللي عم يشوفوني بليز اذا انتم عم تعانوا من هاي المشكلة كتبوي تحت انه كيف عم تتخطوا كيف عم بتحاولوا انكم تتخطوها او اذا اتخططوها كيف قدرتوا تتخطوها انه انا كتير عم عاني من هالشي حاليا خاصة مع الثلج والبرد والكسل انا عن نفسي كيف اتخطى شعور الفشل اني ارجع احاول اني اؤمن من الجديد اني استمر و بذكر حالي انه صباق الماراثون بعد ما انتهى انا ممكن اكونه بنص الطريق او باول الطريق هالشي ما يعني انه انا فشلت بعد في عندي فرصة انه انا انهض واحاول وارجع اركض من اول وجديد اتدرب شوي شوي انه احسن من مستويه شوي شوي انه اكون افضل مثلا من التعاودة انه اذاكر ساعتين بس يلا خلينا اصبوعات اتمرن انه اذاكر اكتر من ساعتين لحد ما اصل للمستويه اللي انا بدي اوصل له فيه كوت انا كتير بحبها اللي هي خليك خايف خايف اتسوكي حس شو ما بدك تحس بس في الاخير دوه فبذكر حالي انه انا بعد ما اخلص علم انا فيه كتير اشياء بدي اتعلم انا فيه كتير اشياء لسه رح اشوفها وفيه كتير اشياء لازم اتشبع منها اكتر واكتر لحظات وممكن اكون من جوية رح انفجر ورح احترق من التعب والتوتر والارهاق وبدون ما ننسى صديقنا الخوف ولكن رح لاقي طريقي فانتو كمان رح تلاقوا طريقكم بشو بالايمان بالايمان انه انا مش رح اتخلى عن الشي اللي انا بديها بالايمان انه انا عندي القوة انه انا اتطور بالايمان انه الله مسخر لي اشياء حلوة في الطريق بانه الله ما رح يتركني لحالي كل هدول العوامل اللي رح يكونوا حوالي انا رح حاول انا رح اطور في هاي اللحظة هاد هو الموجود عندي باللي موجود عندي انا رح اتطور مش رح انطر لجي جيني ما بعرف انا لابتوب عشان اذاكر او موبايل عشان اذاكر او اسافر او اروح لدولة تانية عشان ادرس التخصص المعين انا باللي عندي هون رح اعطي كل اللي عندي رح اكون افضل انسان رح اكون افضل شخص كل شي بعدي حرفيا انا اكثر انسانة مؤمنة بكلمة كل شي بعدي مفيش ثابت مفيش يستقر زي ما السعادة ما تستقرش دايما في حياتنا زي ما الحظن مش رح يستقر ولا الفشل هالكلام هاد ما عم اقوله بس لالكم بقوله كمان لحالي وعم اذكر حالي بهالكلام هاد لانه انا في لحظات بتعب زيكم وفي لحظات انه بقول ليش عم يصير هيك وفي لحظات بقول بدي اتخلى عن كل هالشي ليش عم حب حالي في كل هالاشياء بس انا اخترت اني انا اكون بنت قوية اخترت اني انا اكون امرأة مستقلة خليني اتحمل هاي هي نتيجة انك انت بدك تكوني بنت مستقلة مفيش بلاش مفيش بمجان كل شي بعرق جبينة بالنسبة لالي الايمان هو الجواب مع جود بلانينج واستمرارية وباذن الله الله رح يوفقني والله رح يوفقكم وهلا انا رح اطلع عشان احسن من هالنفسية هاي ورح اخذ اليوم هاد واذا حد بيقول انه احنا البنات مانا اقوية لا احنا اقوية من حال مما الالام الدورة وكل تقلباته وكل هاي الهرمونات وكل هاي الافكار عم نحاول فلا هيك شباب احمدو الله شوي المهم بحق اطلع اليوم وشو شو رح يفعل انه انا ما في اي بلانينج حاليا وفي المخل انه بس جهش تليك وحطت ميكاف وقالت تسلي الله على فكرة ابل ما بنسى كتير بتشكركم على كل التعليقاتكم الحلوة على اخر فيديو وهي هون ثلاثة تعليقات من فيديو الماضي شكرا كتير لقيركم واذا انت كمان بدك تعليق كبير في الفيديو هاد الجاية ما عليك الا انك تترك لي تعليق تحت وعا فكرة كثير 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 حبيت انه كلكم شاركتوا في الجواب تبع السؤال الماضي ورح حط هون البنت اللي يجاوب بتصح على التعليق اللي هو الجواب كان اسكيميك ستروك وعن جد كتير فخورة بهاي الكمنيتي انكم كلكم بكل تخصصاتكم وفي منكن سنة أولى الطب وسنة ثانية الطب وعم يحاول انه يجاوب ابدا لا تخافوا وحاولوا دايما حتى لو كنتوا غلطانين او عم تصور شي غلط يستمروا دايما في المحاولة اوكي جماعة هاد هو الافت اهات صابت حلالات لات جو جماعة انا اجيت للبريت اجوا للبيت وملأوني فاتصلوا فيني وقالوا انه اجاكي طرت فاذا بدت تنتظرين اما انه احنا نجيبولك او انك انتي تجي تاخديه فانا روحت انه انا اخته فكرت انه العدسات ذكرت في اخر فيديو انه على العدسات وهيك وطلع شو طلع زبع شيئان ثلاث اكثر من صوته الصراحة لانه حتى انه ما عندي ثياب انا كلمة بشتري ثياب وما عندي ثياب وجهك وجه خير مش كتير الصراحة بس انه اول ما نجلي الطلبية التانية رح صوركم فيديو عليه فاترقبوا كأنه الله يا جماعة بدو انه يصلاعني عمي فعين صحابي اعرف اذا شايفين وشايفين بشعري الكشة بس وصلنا للمحل بينك بينك هلوووووووووووووووووووووووووو خليني أقلكون يا جماعة انا شو حسوي انتو مش حتتوقعو bakın ابدًا هخليهوي عليكن احنا ش بد Disease لأنه أنا بنتقدر非 علي هاي فكرة ومستحيلة ومستحيل어요 و مستحيلة اتوقع ان انا ارا �ح توحوها بعياتي انو انا ماننيم هه تمام بشي زي اليه blue ش칙 طرحت علي عشان اغير online شو؟ هنالعب بليستيشن هعلمك بليستيشن قريب تغلبيني بعدا اغريبك يا رمالي شو قطلو قطلو انا مستحيل الالعب معك الا لما انا قفوض مش انو التست كمان سويت وحش كمان انت حالعب وحش لا كلام دا مش معايا يا اخويا انا بقالك من دلوقتي مش انا سعى كلامات اه اه في واحد بس معلومة يا ربي ارحميني انا اما عندك معلومة يا اما ارحميني اه شو اصحى انت ليتفصل المازل انا اصحى انتي الردى شكرا جزيلا والله على فكرة غيبت الجو كنت عم برحب ضمير هيك عرفتو بدافع المرأة بخطر بس في البنات المحاربات يلا هل مدحهم؟ دير بارك مع حالكم احنا في مقلوبكم نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم أرمان يا بايبي سلامت يا هواس ليما باي أعلم حياة مبيضة في هات بدأ متنشتفها عند دراسها ان شاء الله انا اتبote انا ايخابها اЕНافك متنست Keepingração بني يضاق favorite دقيقة تقتل قد عم هأني همس تقتل قد عم إلي واحد تنسوا اللايك والشارة والتن hub الليili رح نمهون انا رح نم خاطنا آ cautious اشتركوا في القناة